السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا في قناة شيوات أم رايان اليوم إن شاء الله سنقترح لكم هذه الأكلة اللي سريعة جدا وفكرة رائعة بالنسبة لوليدات اللي ما يبغيوا بشكل الخضر فكترفق لهم البطاطر لكل نفس الخضر اللي ما تيبغيوهاش وهكا ما تيحسوش بيها وندوزوا إن شاء الله بطريقة التحدات بسم الله على البركاته الله كما اشتدرت المقلة فيها بصلة مقطعة رقيقة وقدرت لها شوية دي الزيت موما ديك الزيت عندي أنا مخلطة الزيت العود مع الزيت المائدة غادي نحرك هاد البصلة غادي تبقى الدبال هاد البصلة هادي ومن بعد غادي ندفلها واحد شوية دي الستردجج مقطع مربعة صغيرة ويمكن لكم ترفقوها بأي حاجة عندكم تواجدها في المنزل وإلا ما كانتش عندكم تحاجة يمكن لكم تدروغي الخضر بوح ديتها المهم غادي نبقى هاك كم السمع ومن حيث كي يبدأ دك الدجاج كيدخول فيه الطياب وكيدتقلم عندك البصلة دبا غادي ندفلوا واحد جوج دي القريعة خوضر أو كوسة أو كورجيت هادي هي الخضراء اللي ما كيبغيوش الولاد فغادي نستغل هاد فكرة دي لهاد الغادة وغادي نديرها فيها وما غاديش تجي باينة مهم غادي نحركهم زيان وغادي نبقى نسبلهم غادي ندير لهم في التوابل الفلفل أسود أو ليبزار وشوية ديال الفلفل أحمراء أو البابريكا وغادي ندفل الملحة على حسب الضوغ مهم راني نسيت ما قلت لكمش في اللويل هاديك البصلة راني حكيت مع واحد دريس ديالة تومو منسيت ما قلت هاش أعتذر مهم غادي نحركهم من بعد غادي نغطيهم بالغطاية ديال هاد المقلاء هادي وغادي ندوز النقاء ديك البطاطة اللي راني رضيتها تسلقات وغا نقطعها إلى دوائر لأنه عندي بها الغرض غادي نستفها في ذاك المول تكون مقطع شرائح بعد ما نقيت هذيك البطاطة اللي قلت لكم رجعت نشوف هذي الحوشوة هذي فدابا صافي وجدات بالنسبة بغادي نوريكم بأنه مبقتش بين الاتار ديال 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 القرعة هانتوما مبقتش بينها دابا كنضيف لها ارباع قصبره مع نوس اللي مقطعين القاق دابا راني نتفتع لها البوطة ما غاديش نولي نشعل لأنها غاديش نولي نشعل لأنها غاديش نولي دخل الفورن وغادي ندوز نصوب لباش عميل باش غادي نصاوب هادا القرعة باش غادي نصوب هادا القرعة البياش عميل ما غننديرها شبز بداء البنات غنديرها غيب الزيت هنا عندي زيت العود ديال الطيب بها غنصوبها غاديتها دلاكا صور دت فيها هربع كاس ديال زيت العود ودابا غادي نضيف جوج مع القبارين ديال الدقيق وغادي نحركهم حتى كذي ينساجم دكا الدقيق مع الزيت وغادي من بعد غنضيف واحد تقريبا جوج كيسان عمرين ديال الحليب مهم هاد البياش عميل هادي كتجي لدي دا بدك الزيت ديال العود باش كان طيبو بالنسبة قتالي واحد الاخت كتدير هاد شي ديال طياب في القوتين كنقولي ها شكرا مزاف على هاد المعلومة هادي كتجي لدي دا البنات ماشي بالضرورة تكون الزبدة دا با السوس ديال باش عميل بقات كتعقد غادي نضيف لها الملحة وشوية البزار وغادي نبدأ نستمر بالتحرك ما غا نخليها شتعقد بزاف لان بغيتها تبقى شوية متلوقة باش كتجي سوس باينة في ديال كغاتا نبعت فيت عليها خديت المول كي ما شتود هنتو بالزيت ديت كان ستفري ديال دوائر ديال البتاطا وغادي نستفوت لكم البتاطا كطبقة أولى من بعد غادي ندير لي هاديك لاصص بشامل وعادي غادي ندير ذيك الحوشوة اللي فيها بصيلة ودك التجاج والكريعة الخضرة ويمكن تجيب بحالة طريقة هكا تجيز وينة البنات كان نولي نستفل البتاطا مهم البتاطا تهرست لي يام تسلقات بزاف ذاك الشي علش المهم غادي نولي نعود ندير طبقة ديال السوس بشامل وكذلك ديال الحوشوة ديال تجاج مع البصيلة مع القريعة ونولي ندير عود ثاني البتاطا داك شي اللي يبقى من بعد غادي نخلط ديال البشامل مع داك شي اللي يبقى ديال الحوشوة باش يتجانسوا باش تجيز طبقة مخلطة مزيان مع داك السوس سافي وغادي نديرها في الفورن اللي راني شعله على 180 درجة ما غادي نشتده في طيب تقريبا ديال الساعة هكك وغادي نخرجها من الفورن ما غادي ندير ليهاش الفروماج ماشي بالدرورة وهاي الأوكلة ديالنا ديال هاد القاطع وجدات كتجيع لي هاد الشكل هكا قلت لكم تبقى خسياري لكم تما لو بغا تديروا لها الفروماج اللي متوفر عندكم تما كي تبقى لكم داك شي رأي شخصي انا بغايت فضلت انها تبقى هاكا ومدبوك انا نقطع باش غادي نوريكم هي رباقة سخونة يلا جبتها من الفران موامي مكلكم تخلي وات برد شي شوية باش كتقبط راسها مزيان مع داك السوس وغادي نوريكم كيفاش كتجي حلقة حتى بالنسبة كتلكم لولدتك ما يحسوش بأنهم تياكلوا قاع القرعة فهد القغاطة ولعجبتكم الفيديو ديروا لايك وبغتاجوا مع الأهل ومع الأصدقاء وكن نقولكم شكرا بزاف اللي تحقوا بالقناة وشكرا بزاف الناس اللي كيدعموني وشكر كبير للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته جوال الناس ما تنساوش وتال فيديو جاي ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة